إن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجلس في منزلك أيام فماذا ستفعل؟ يومين هو عدد قليل لأقضيه مع شخص مميز للغاية وهكذا الحياة فبدلا من تضيعها علي أن أفكر في ما هو في عقلي وأنا أعيش حياتي فهذا في المقام الأول انظر إلى النظام الحالي في النظام الحالي ستجد أن الله قد نسينا ونعوذ بالله من ذلك أهلا يا أخي ما اسمك؟ شكرا اسمي أركان بارش اسمي مصطفى أكرم حمزة أنا متين سعيد بلقائك كيف حالك وماذا تفعل؟ أنا أدرس أنت طالب فماذا تدرس؟ أريد أن أصبح خبير طعام إذن فأنت تحب الأكل؟ أحب الطبخة والأكل أيضا فأنا أطبخ في المنزل إن تزوجت فهل ستطبخ أنت أم زوجتك؟ أنا لأنهن لا يستطعنا يا أخي لا يعرفني أنا بخير أعمل في الإعلام في إنتاج الفيديوهات لدينا وكلتنا الخاصة للتصوير والوثائقيات وإنتاج الفيديوهات نقوم بهذا النوع من العمل جميل موضوعنا اليوم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء النبي لمنزلك وجلس لعدة أيام فماذا ستفعل؟ سأستعد لهذا جدا سأنظف وأطبخ وسأعلم جيراني وعائلتي سأقول لهم إن لدي زائر سأقول لكل الناس بهذا الحماس سأستعد جيدا لن يصدق أحد هذا هو سيزورك يا أخي ما الذي لا تصدقه؟ تخيل معي أنه سيزوره هذا حدث مميز ضخم سأسأله عن الماضي يا أخي سنتكلم كثيرا عن الماضي مثلا كيف حدث كذا وكذا هل حدث بهذا الشكل أو ذاك؟ ماذا ستفعل؟ إنه إحساس فريد للغاية بالطبع سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم كضيف سأشعر بأني مميز للغاية سأفعل كل ما أقدر عليه سأبدأ بقراءة القرآن معه صلى الله عليه وسلم فأن أستمع له سيكون هذا رائعا للغاية بالمناسبة أنا أضع يدي في جيبي وأنا أتكلم عنه وأنا لا أعني أي إساءة أو قلة احترام الله لا تفهمني خطأ سأستضيفه بأفضل شكل جيد هناك قنوات وصفحات على انستجرام أنت تشاهدها هناك زر اكتشف يقضي الناس كثيرا من الوقت هناك هل تفعل ذلك؟ أفعل ذلك لأن هذا عملي فالكل يمكنه أن يصل للآخرين من هناك فنحن ملتصقون بهذا أنا أزور يوتيوب وانستجرام ولكني لا أتابعهما باستمرار عندما تتصفح الانستجرام وصفحة اكتشف فهل ستكون مرتاحا وأنت تتصفح هذا مع النبي؟ أنا لن أفكر أصلا في إمساك هاتفي سأمسكه فقط ليسجل فيديو أو صوتا سأنصب الكاميرا وأبتعد عن كل شيء مدة يومين لأنه وقت قليل جدا لماذا سأضيعه على الانستجرام؟ لن أضيع وقتي على الهاتف سوف أمنح النبي اهتمامي الكامل ماذا عن البرامج التلفزيونية والأفلام؟ هل يمكنك أن تشاهدها براحة أو أنت مع النبي؟ لأنه كما تعلم يوجد الكثير من المشاهد غير اللائقة لن أستطيع حتى مع عائلتي فأنا أشعر بالإحراج عندما يظهر مثل هذا على التلفاز في الحقيقة لن أفتح التلفاز أصلا كما قلت سأخذي الثمانية وأربعين ساعة مع نبينا فهذا أهم شيء يمكن للتلفاز أن ينتظر كما قلت إن يومين شيء ضئيل للغاية سأعتبر هذا قلة احترام لأن أهلي علموني أن أكرم الضيف فمثلا لو زرنا شخص آخر فلا أظن أني سأدخل غرفتي وأشاهد التلفاز أو أفعل أي شيء ولكن سيد الكون يجلس بجوارك فحينها لن تشعر بأنه من الجيد أن تشاهد نتفليكس هل يمكنك أن تعيد مشاهدة فيلم شاهدته مؤخرا فتشاهده مع النبي؟ بالطبع لا يمكنني لا يمكنني أن أشاهده حتى بارتياح مع صديقي الحياة اليومية ستصبح اهتماما ثانيا إن كان عندي ضيف كهذا فسأكرمه فنحن لو جلسنا مع والدينا لن نستخدم الهاتف كما نستخدمه في حياتنا العادية هذا عدم احترام بالإضافة إلى أن النبي يزورنا في منزلنا فلن أهتم حقا بحياة اليومية تقول أنك سترمي بهاتفك بعيدا؟ أجل بالتأكيد بالطبع لن أشاهده مع النبي سأقبل قدميه 24 ساعة فما لي وما لمشاهدة التلفاز مع النبي تذكر أننا قلنا إن كان النبي معنا فماذا ستفعل؟ فلنقول إنه في منزلنا كضيف وسيأتي صباحا أو بعد الظهر أو مساء سيكون معنا ليومين طوال اليومين هل ستصلي معه؟ بالطبع لن تضيع الصلاة صحيح؟ لن أضيعها لن أشعر بأنني مضطر للصلاة بل إنني أريد أن أصلي لأن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ستكون نوعا مختلفا من المتعة بالطبع سيكون هذا رائعا سأقرأ القرآن معه صلى الله عليه وسلم وأصلي معه صلى الله عليه وسلم بالطبع من سيخالف هذا؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم إذن فلماذا لا تفعل الأشياء التي ستفعلها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنا؟ أنا أؤمن بالله وطالما معي الإيمان فالله سوف يغفر لي أسأل الله أن يغفر لنا ولكن الله قال ولا يغرنكم بالله الغرور بالطبع كل عبد يخطئ كل عبد لديه مشكلة يفعل هذا أو ذاك وأنا عندي أخطاء أيضا أعتقد أننا مهملون للغاية وهذا هو الأمر فنحن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نحيا ونحن نستحق أن نكون من أمته صحيح وهذا ما أعتقده فنحن على الأرجح مهملون للغاية فأنا أذنب بشكل وهناك شخص آخر يذنب بشكل آخر ولكن كل الناس تذنب دعني أوضح الأمر أنا لا أدري كيف سأقول له صلى الله عليه وسلم كل ما في داخلي وعقلي لأن الحياة قصيرة للغاية يومان فترة قليلة جدا كي تقضيها مع شخص مميز والحياة قصيرة أيضا وبدلا من تضيعها سأفكر في ما هو في عقلي وسأحيا حياتي فهذا أول شيء عندي هل تحب الله يا أخي؟ الله؟ الشخص الذي لا يحب الله هو ليس شخصا أصلا دعني أخبرك بهذا يا أخي قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أكثر سمة مميزة عند نبينا صلى الله عليه وسلم هي الصلاة فإن لم تكن كالنبي في هذا ولا تصلي الصلوات الخمس فسأسألك كيف تقول أنك تحب الله؟ أقول يا الله اغفر لي كلما جعلتني أصلي الخمس صلوات في زمن أقرب سيكون هذا أفضل امنحني هذا يا ربي أصلي دائما بالطبع عندنا عمل أحيانا ولكن الصلاة أهم من أي عمل هذا موضوع مختلف تماما ولكن انظر إلى النظام الحالي وكأن الله قد نسينا نعوذ بالله من هذا لقد ناقضت نفسك هل تعلم لماذا؟ لا يهم مدى صعوبة النظام فهو يعلم صعوبة النظام ولكنه أنزل الآية على كل حال هو يعلم أن الكل يمكنه أن يطيع هذه الآية على كل حال وفي أي زمن وفي أي عصر فعملك ليس طريقتك للصلاة هل تعلم لماذا أقول لك هذا؟ في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم جلسا مع صحابته فقالوا له يا رسول الله فسألوه عن كيفية معرفته إيانا يوم القيامة قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غر محجلين من آثار الوضوء إن كنت لا تتوضأ ولا تصلي ولا تعبد الله ولا تعيش وتشعر بأن الله يشاهدك إن كنت لا تشعر بأن النبي معنا طوال الوقت فكر معي في الأمر أنت في يوم القيامة ومررت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلاحظ فكيف ستطلب منه الشفاعة لكل ذنوبك؟ ولكن ننظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس في قرننا هل تعلم كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال فماذا يعني الإيمان؟ يعني أن تقلد النبي في كل حركة وكل تصرف أن تطبق الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم وأن تطبق القرآن الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم ونتفكر فيه في حياتنا ولكن إن لم نفعل فمن الممكن أن لا نكون من أمته صلى الله عليه وسلم أو لا نكون من إخوانه كما قال فهو شفيع لذنوبنا وسوف يصلي لنا فتخيل أن لا يكون شفيعا لك فماذا سيحدث لك إن كانت معك كل تلك الذنوب وأنت وحدك؟ أنت تقول الحق وكل ما سأقوله هو أن لا نفقد إحساسنا بالندم فإن فقدناه فليرحمنا الله أنت محق تماما أنت محق يا أخي فماذا نفعل بغض النظر عن رؤيته على أرض الواقع صلى الله عليه وسلم علينا أن نحيا ونحن نشعر بوجوده وكأنه يرانا في أي لحظة وكأنه يمكن أن يأتي إلينا في أي وقت وإن لم نتبع سبيله فسوف نضيع لأن سبيله هو السبيل الصواب إن ضللنا الطريق فسوف نضل في الدنيا وفي الآخرة إن كنت تحب الله فعلا وتريد أن تشعر بهذا في قلبك وتدركه في عقلك فانظر كما تحاول أن تكون كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي تثبت أنك تحب الله وتحاول أن تكون كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقلد صفاته في المقام الأول لا تكذب ولا تهمل صلاتك وأن تعود للصلاة أكثر وأكثر وتهتم وتركز على كل صلواتك وإلا فأنت تخدع نفسك أعتقد مثلك يا أخي فأنت على صواب تماما يمكنك أن تخدع نفسك لكنك أبدا لن تخدع الله سبحانه وتعالى لقاؤنا هذا وطلبك للنقاش يعني الكثير حقا بالنسبة لي بعد هذه المحادثة سوف أبدأ في الصلاة وسأكون أكثر حذرا في التعامل معها بمساعدة حديثنا هذا سأبدأ في الصلاة إن شاء الله شكرا جزيلا على هذا الحديث على الرحب والسعى هل تعيدني؟ أعيدك بعد هذا اللقاء سأصلي من الآن والآن أنا أفكر فيما قلته فأنا بالطبع معترف بأنني ارتكبت أخطاء فماذا سأفعل من الآن؟ لن أترك صلاتي وهذا يعني أن الله قرر هذا لي فكل شيء له وقت هل تقول أن الله حدد هذا الوقت واليوم؟ إن هذا تطابق وتزام الحمد لله بارك الله فيك وأنا سعيد لأنك بدأت في الصلاة بارك الله فيك وفيك أخي أراك على خير لنكن شاكرين له أنا سعيد أيضا لرؤيتك أراك لاحقا مع السلامة شكرا شكرا لك كان من الممتع أن أقابلك بارك الله فيك أهلا إخواني وأخواتي وشكرا لمشاهدة الفيديو إن أردتم المزيد من الفيديوهات المشابهة يمكنكم أن تشاهدوا قائمة التشغيل المخصصة لكم على يمين الشاشة أو آخر ما نشرناه على يسار الشاشة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كي ننفع ونصل لمزيد من الناس أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر